المصنع بتاعنا زي ما احنا شايفينه هي دي الامكانيات اللي فيه ممكن تديني عنه فكرة سريعة حضراتكم حضراتكم ده انا عشان اوصل لده بدأت اعمل تجارب عديدة في حاجات حاجات بسيطة جدا لدارة ان انا خسرت كتير قوي عشان اوصل للدرجة اللي انا اوصل للمفاعل ده ده مفاعل حراري بيبقى دابل جيك بيبقى فيه خلاط ميكسر في الداخل ببتدي ادخل فيه المواد الطبيعية العضوية زي الكمبوستو زي البوتموس او ادخل فيه الفولسوية وبدخل الكلام ده كله جوه مع التقليب مع درجة الحرارة مع اضافات في اوساط معينة مع اضافات معينة وبوصل للمنتج بتاعي المنتجات دي بقى كلها بتتباع لوحديها لكن انا ما ببحاش لوحديها انا بعمل مركبات فيها بخلب كل حاجة عليها التخليب ده لو شوف 17 حمد اميني دورهم ايه وبيعملوا ايه مش الاحماد الامنية اللي بشوفها في السوق انا بطالب بإلغاء الاحماد الامنية الحيوانية اللي بتيجي من برة بغرض التصنيع لانها ضرب الصحة وضرب كل حاجة ونشتغل من الحاجات الطبيعية اللي ييجي ينفسني كمنتج نباتي طبيعي عضوي احماد امينية ما قدرش ينفسني لانا باستخرجها من الطبيعة وبتكاليف بسيطة عشان كده انا شفت حاجات مستوردة الريتلي بمئتين جنيه وحاجات زي كده انا ريتلي يمكن بيوصل للنص في نفس الوقت بعد ما طلحت الحاجات دي وعملت مركب شامل لكل ما يحتاجه النبات يخدم الطربة في الارض والجذور ويخدم النبات كاشجار وكشجر هلسي ويزود الانتاج ويحصل عقده اظهار لا يتساقط وبكمل درجة اقول لك خف الشجر بتاعك سواء في اي نوع من انواع خضار فاكهة محصيل اي حاجة ومع ذلك انا عملت مصنع تحت الارض تاخد المترصبات القديمة بتاعتك وترفعها للنبات عملت الورقة بساعة سطحها كبر بقت سميكة تقاوم الامراض الكلرفيل اللي موجود فيها بقى مصنع تاني شغال فوق تلاقي ان مواد جديدة هتشوفوا صور وفيديوهات ولقاءات مع ناس ان شاء رب العالمين هتكونوا سعودات انا طبعا متسجل الكلام ده باسمي في معظم الدول وبينه هو بتاعي بشترك مع معظم الشركات الكبرى يعني يعني واحنا بنكلم بنقول مصنع كل المواد اللي بيتم استخدامها داخل هذا المفاعل طبعية مفيش اي كماو بيدخل فيها انا بتعامل معها باختراع دكتور محمد الشازني مسجله طريقة لها سرها او سر الصنعة لكن التجربة والتطبيق على ارض الواقع هو خير دليل على النجاح وزي ما احنا شايفين النمازج اللي عرضناها على مدار الحلقة احنا بنتكلم على محاصيل مختلفة محتاجين نزود انتاجنا فيها كلمنا عن الرز عن الموالح كلمنا عن الخضروات الخضروات وانت النهاردة كل مساحة ارض زراعية هي نعمة من ربنا سبحانه وتعالى والمفروض انت تتزود انتاجك منها